الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون عادت لمهاجمة العراق بطائرة مسيرة وهذه المرة هذا الهجوم الذي سنتحدث عنه اليوم هو طال أربيل بطائرة مسيرة ليلة يوم أمس وتفاصيل هذا الهجوم في البداية وفي بادي الأمر كان هذا الهجوم قد ظهر بهذا الشكل بعملية دمار وضرر تسببت بها طائرة مسيرة التي سقطت على سيارات وعربات ومركبات مدنية في الشارع العام بهذه الطريقة أو في إحدى الشوارع طبعا التي هي تقع إلى شمال شرقي أربيل بكل تأكيد وتفاصيل هذا الهجوم جاءت حوله العديد من المعلومات القادمة تحديدا من السلطات الموجودة في إقليم كردستان بكل تأكيد التفاصيل التي جاءت حول هذا الهجوم باختصار بأن الهجوم تم بطائرة مسيرة واحدة مفخخة ذهبت وحلقت باتجاه واحد وبحسب بيان صادر من مجلس أمن إقليم كردستان أكد بأن الطائرة المسيرة التي هي طبعا طائرة مفخخة انطلقت مباشرة من ناحية فردية الموجودة في ألتون كوبري وحلقت مباشرة بهذا الاتجاه متوجهة إلى أربيل وقطعت ما يقارب الخمسة وخمسين كيلو مترا لكي تصل إلى شمال شرقي أربيل إلى الطريق تحديدا الذي هو متوجه طبعا من أربيل إلى مصيف صلاح الدين وهو أيضا نفس الطريق الذي يصل إلى شقلاوة بهذا الاتجاه الذي ترونه وبمجرد وصولها إلى هذه النقطة تقريبا عند الخروج بهذا الطريق من أربيل سقطت هذه الطائرة مباشرة في هذه المنطقة وتسببت بأضرار كما كان واضحا في المقطع المصور لعدد من المركبات والسيارات المدنية وأدى هذا الأمر إلى جروح بين المدنيين طبعا ثلاثة من المدنيين تعرضوا إلى إصابات ولكن الإصابات طفيفة ولا قتلى على الإطلاق ولا خسائر إضافية هي كلها جاءت على المركبات وجاءت على الجزر الوسطية التي سقطت فيها في هذا الطريق الذي نتحدث عنه حتى هذه اللحظة ليس واضحا كيف لهذه الطائرة أن تسقط بهذا الشكل على المدنيين ليس واضحا أيضا إذا ما كانت هناك منظومات دفاعية قد عملت تجاه هذه الطائرة المسيرة أو حتى أنباء مؤكدة عن هذا الموضوع بكل تأكيد ولكنها سقطت بالشكل الذي نتحدث عنه مجلس أمن إقليم كردستان أيضا أكد معلومة أخرى بأن هناك فصيلا معينا هو الذي كان قد قام بهذا الهجوم وأطلق الطائرة من آلتون كوبري وتحديدا من ناحية بردية وهو حزب الله حسب مجلس أمن إقليم كردستان بكل تأكيد هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الذي جاء بهذه الطائرة المسيرة إذا ما ألقينا نظرة إلى الطائرة المسيرة تحديدا ما ظهر منها بحسب المقاطع المصورة التي طبعا وردتنا بكل تأكيد فإن هذه الطائرة المسيرة ظهر منها هذا الجناح الذي ترونه أمامكم للطائرة المسيرة هذا وما كان ظاهرا من الطائرة بكل تأكيد وواضح بأننا في الجزر الوسطية هنا وهذه هي نقطة الاصطدام للطائرة المسيرة بعض التقارير تحدثت بين هذه الطائرة كانت تحمل مقذوفا ولكن الأهم بأنها سقطت في هذه المنطقة بالنظر إلى جناح هذه الطائرة فقط لنحاول أن نتعرف إلى جناح هذه الطائرة أو الطائرة تحديداً وما نوع هذه الطائرة بالنظر إليها الجناح واضح جداً بأنه ليس جناحاً لطائرة صغيرة أبداً بل أنها طائرة مسيرة كبيرة لونها أبيض وكذلك الانعطافة الخاصة الموجودة هنا في تصميم هذه الطائرة هي تعطي صورة واضحة بأن هذه الطائرة المسيرة هي طائرة من نوع K-A-S-O-4 التي ترونها بهذا الشكل بالاقتراب من هذه الانعطافة الموجودة هنا سنلاحظ بأنها متطابقة تماماً مع الجناح الذي رأيناه طبعاً في الجزرة الوسطية وبالتالي بالانسحاب مرة ثانية وبالعودة إلى هذه الطائرة واضح أن الجناح كبير لونه أبيض مع الانعطافة إذن نحن أمام هذه الطائرة التي أيضاً طبعاً هذه الطائرة يستخدمها وتستخدمها جماعة الحوثي وهي ظهرت لدى الحوثيين تحت مسمى آخر وهو صمات ثلاثة هذه طائرة تستطيع من الطيران لمسافة 1400 كم بل حتى 1700 كم فما بالك أنها حلقت فقط 55 كم لتصل إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها وبالتالي هي طائرة خطيرة مفخقة وهي ليست بالسهل أبداً هذه الطائرة وهذا النوع من الطائرات الذي نتحدث عنه هو ظهر في العراق لدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في إحدى الهجمات التي جاءت ضد قاعدة عين الأسد بهذا الشكل وبالتالي تلاحظ في قاعدة عين الأسد في يناير الماضي لاحظوا استخدموا منظومة الأفنجر في عملية التصدي لها وبعدها منظومة السيرام طائرة ليست بس صغيرة وطائرة خطيرة للغاية وبالتالي نحن أمام منظومتين للدفاع تستخدم في قاعدة عين الأسد اضطرت أن تعمل ضد هذه الطائرة حتى لحظة تمكنها من عملية إسقاط هذه الطائرة وبالتالي هذه الطائرة التي سقطت في قاعدة عين الأسد كما تلاحظون بهذا الاتجاه هي طائرة K-A-S-O-4 أو صمات ثلاثة كما يسميها طبعاً اليمنيون أو جماعة الحوثي هناك عندما يستخدمونها فيها جماعتهم إذا كانت على المملكة العربية السعودية أو إذا كانت على الحكومة الشرعية هناك وبالتالي نحن أمام واحدة من أخطر الطائرات على الإطلاق استخدمت في الهجوم على أقليم كردستان السؤال الأهم أين سقطت هذه الطائرة بالضبط؟ أين كان هو الموقع الذي سقطت فيه؟ كانت هناك مقاطع مصورة أيضاً من زوايا متعددة واحد من الزوايا أوضحت قضية مهمة ومبنى مهم قد يدلنا تماماً على هذا الموقع بالتالي بالنظر إلى هذا الموقع سنلاحظ أن هناك مبنى ملون يبدو إلى يمين الطريق بهذا الاتجاه هذا المبنى الذي نتحدث عنه هو مبنى معروف في أربيل لمن لا يعرف أربيل بكل تأكيد المبنى الذي نتحدث عنه هو واضح أيضاً بصورة أخرى بهذا الاتجاه هنا المبنى الذي تلاحظونه بلون آخر باللون البنفسجي طبعاً وهذا المبنى هو تابع إلى الميديا سيتي في أربيل المدينة الإعلامية في أربيل أو المجمع الإعلامي في أربيل هو مجمع لا زال قيد الإنشاء هناك بنايتين طبعاً بالقرب من هذا المبنى الذي نتحدث عنه بهذا الاتجاه تلاحظونه هنا مبنى وهنا مبنى وهذا المبنى الذي نتحدث عنه الذي فيه طبعاً هذه الإضاءة المميزة قد يبدو للبعض بأنه متقدم على هذه المباني ولكن في حقيقة الأمر هو يقع خلف هذه المباني بهذا الاتجاه ولكن السؤال هل هو إلى يمين أم إلى شمال الطريق الذي نتحدث عنه بهذا الاتجاه وليس واضحا من هذه المنطقة ولكن هناك مقطعا مصورا لا علاقة له بالهجوم بكل تأكيد الذي نتحدث عنه هو مصور إلى هذا المبنى وهناك تصوير بهذا الاتجاه كما تلاحظون لأحد المدنيين وهو يصور الموقع وهو معجب بهذا الموقع وصوره بهذا الشكل كما ترون وبالتالي بالإلقاء النظر على هذا المبنى وهو يسير بهذا الاتجاه وهنا اتجاه آخر طبعا كما نلاحظ هذه الجزر الوسطية الموقع والمبنى تحديدا إذا ما نظرنا وألقينا نظر على الإضاءة الخاصة بهذا المبنى طبعا هذه المباني التي تلاحظونها هذا واحد من المباني من المبنيين المتقدمة على هذا المبنى وبالتالي هنا لدينا طبعا نوع مثل العشوائية في عملية الإضاءة كما تلاحظون هذه النقاط كما تلاحظونها بهذا الشكل إذا ما لاحظنا واحد اثنان ثلاثة وكذلك نقطتين متقاربتين نقطتين متقاربتين من هذه الجهة قد تعطينا فرصة لكي نتعرف على هذا الموقع وإذا ما كنا أمام الصورة الصحيحة والواقعية لطبيعة الاتجاه وأين تقع هذه النقطة بالنظر إلى هذه الصورة مرة ثانية سنلاحظ بأننا أمام واحد اثنان ثلاثة للإضاءة وهذه النقطتين وهذه النقطتين متقاربتين وبالتالي هذا يوضح بأن عملية التقاط الصورة توضح أن هذه المباني هي كانت إلى الشمال من هذا الطريق وهي تعطي فرصة لنا لكي نتعرف على الموقع بشكل أكبر بأن طبيعة هذا الموقع الذي نتحدث عنه بأن السير كان يأتي بهذا الاتجاه وأن المباني كانت إلى الشمال ومعنى ذلك أن الطائرة المسيرة قد يعني هذا بالنسبة لي بأنها كانت متقدمة بهذا الشكل إلى عمق أربيل دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي فقط لنؤكد هذه المعلومات والتفاصيل ولنفهم أكثر أين كانت هذه الطائرة المسيرة بكل تأكيد بالاقتراب بالقمر الصناعي الآن مباشرة إلى أربيل وإلى أقليم كردستان تحديدا سنلاحظ بأن هذه أقليم كردستان وهذا هو الطريق المتوجه إلى مصيف صلاح الدين بالاقتراب من هذه المنطقة وهي منطقة ليست بالبعيد أبدا من القنصلية الأمريكية التي هي لازالت أيضا قيد الإنشاء بكل تأكيد هذه هي القنصلية الأمريكية التي ترونها بهذا الاتجاه هذا هو منزل الشيخ باز رؤوف كريم الذي قصف في مارس الماضي بالصواريخ الباليستية مباشرة من العمق الإيراني إلى عمق إقليم كردستان والمنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي بهذا الاتجاه التي رأيناها في مقاطع الفيديو وهي تبعد تقريبا عن القنصلية وعن منزل الشيخ باز رؤوف كريم بهذا الاتجاه بما يقارب 3.7 كيلومترا دعونا نقترب وأن نذهب إلى الميديا سيتي أو المدينة الإعلامية لأربيل بهذا الاتجاه إذا ما اقتربنا منها بصورة أوضح الآن فقط لنلاحظ هذه المنطقة سنلاحظ بأننا أمام نفس هذه المواقع التي طبعا رأيناها في الفيديوهات هذه المدينة الإعلامية التي رأيناها وهذه هي طبعا المباني التي ركزنا عليها والنقاط التي أخذناها وركزنا عليها هي تأتي بهذا الاتجاه وبالتالي إذا من سحبنا قليلا من هذا الطريق قليلا للانسحاب قليلا إلى الطريق الذي كانت تسير فيه هذه السيارة أو السيارات المدنية التي تعرضت لها طائرة المسيرة وبالتالي نحن سنكون أمام صورة واضحة جدا بسبب العطافة لهذا الطريق وبأن السيارات كانت تسير بهذا الاتجاه فإن سقوط هذه الطائرة المسيرة كانت تقريبا بهذا الاتجاه بالقرب من مطعم هرورة المعروف طبعا في إقليم كردستان هذه هي المباني وهذه هي الميديا سيتي التي كان واضحا منها هذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه وبالتالي التصوير واضح بأنه كان يأتي بهذا الاتجاه وبالتالي هذه هي العلامات القريبة لسقوط هذه الطائرة وهذا يعني شيئا مهم بالنسبة إلينا لكي نفهم هذه النقطة إذا ما عدنا مرة ثانية إلى إقليم كردستان فقط لنأخذ هذه النقطة مرة ثانية من سقوط هذه الطائرة بالتالي منطقة التي تحدثنا عنها تأتي بهذا الاتجاه وكما تحدثنا أن الطائرة كانت قادمة من ألتون كوبري من ناحية بردية بهذا الاتجاه وهذه المنطقة هي ليست بالبعيدة أبدا من مطار إقليم كردستان أو مطار أربيل بهذا الاتجاه هي تبعد ما يقارب العشرة فاصلة خمسة كيلومترا أينما يتواجد وطبعا يتواجد مستشارية تحالف الدولي هم متواجدون هنا بهذا الاتجاه وبالتالي قد يعني هذا بأن مسير الطائرة كان يأتي ويهدف إلى هذه المنطقة ولكن لسبب ما سقطت على المدنيين وقد يكون بأن هناك مقصدا من السقوط على المدنيين بكل تأكيد لهذه الميليشيات التي قامت بهذه العملية الخطيرة للغاية هذا الهجوم الذي ظهر في أربيل هو جاء بعد دقائق قليلة قد تكون بعد عشر دقائق فقط من أعلان كبير جاء تجاه إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلوا إدانا ووجهوا إدانا مباشرة إلى إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أسئلة وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران حول مواقع وجدت فيها العديد من الجزيئات اليورانية وفي ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران وعلى هذا الأساس وجهت هذه الإدانة إلى إيران المثير إيران حاولت أن تواجه هذه الإدانة قبل أن تصدر هذه الإدانة هي أوقفت كاميرتين من كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت أما منشآت ناطانس أو منشآت فوردو وكذلك هي أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها في يوم طبعا السادس من يونيوم ستة ستة يوم مهم للغاية قالت لهم وأبلغتهم بأنها ستقوم بتنصيب وتركيب سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزية من نوع IR6 وهي من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة في تخصيب اليورانيوم وعندما نتحدث عن مجموعة أو سلسلة واحدة يعني بأننا أمام 164 جهازا ستركب في منشأة نتانز المثير بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين الإدانة الموجهة إلى إيران مباشرة إيران اتخذت خطوات كبيرة جدا في الداخل قررت فجأة وبحسب ما تحدث عنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغتهم بأنها سترفع 27 كاميرا هذه المرة وستوقفها عن العمل من المنشآت النووية ويبدو بأن منشأة نتانز لديها حقيقة أغلب الكاميرات ستتوقف هناك وبالتالي هو اشتكى تماما من هذا الأمر وما صعب الأمور وجعل الأمور تصل إلى مراحل صعبة أن إيران أيضا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس تحديدا أبلغتهم بأنهم سيضيفون حقيقة سلسلتين من أجهزة الطرد المركزية من نفس النوع الذي تحدثنا عنه وهو نوع ال-IR6 وبالتالي نحن أمام بأن إيران حقيقة وحقيقة وضعتها إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم بأكمله ثلاثة سلاسل من أجهزة الطرد المركزية من النوع ال-IR6 نتحدث عن تقريبا 492 جهازا من أجهزة الطرد المركزي كمية كبيرة جدا ستمكن إيران بشكل أو بآخر إذا ما اتخذت قرارا بالتخصيد بنسبة 90% أن تصل إلى القنبلة النووية مباشرة هاتين السلسلتين بالنسبة للسلسلات والسلاسل الجديدة التي تحدثت عنها وأبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتم تركيبها أو تركيبها حتى هذه اللحظة ولكن ممكن أن يتم تركيبها في أي لحظة من اللحظات وبالتالي يعتبر تحديا كبيرا هذه التفاصيل جعلت شخصيات مهمة موجودة في الكونغرس الأمريكي مثل باب منندس رئيس لجلة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الرجل هو من الحزب الديمقراطي وجه انتقادا إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهذا الانتقاد هو كان بهذا النص بعد كل هذه التطورات التي تحدثنا عنها قال منندس تمتلك إيران الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح النووي السؤال هو متى ستقر إدارة بايدن أن تقدم النووي الإيراني ليس في مصلحتنا الاستراتيجية وأضاف حان الوقت لمحاسبة إيران علنا على فشلها في التعاون مع الوكالة الذرية وبالتالي نحن أمام تطورات كبيرة جدا وإذا ما دخلنا في مراحل تصعيد أكبر بين هذه الأطراف قد يعني بشكل أو بآخر بأن الانعكاسات على العراق قد تكون أخطر بكثير مما شهدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر